في إطار حرص قيادة المنطقة الغربية العسكرية على تعمق أوصر الترابط مع المجتمع المدني بالمحافظات التي اتقع في نطاق المسؤولية بالتزامن مع أداء المهام المكلفين بها لحماية الحدود الغربية للدولة قامت قيادة المنطقة الغربية العسكرية بافتتاح 8 أبار مياه بمدينتي براني ونجيلة كما تم تجهيز 12 مسجدا بعدد من القرى بفرش متكامل بالإضافة إلى توزيع 180 من رؤوس الماشية على 60 أسر من الأسر الأكثر احتياجا وتوزيع ألف شنطة مدرسية بالكامل محتوياتها بالمجانة فضلا عن تنفيذ عدد من القوافل الطبية وفي إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بذكرى انتصارات أكتوبر استقبلت قيادة المنطقة العسكرية عددا من الزيارات لطلبة المعاهد الأزهرية وكذلك وفد من جمعية الأمل الصم والبكمة وطلبة جامعة مطروح كما نظمت قيادة المنطقة الغربية العسكرية حفل زفاف جمعي لمائة وعشرين شابا وفتاة من أبناء القرى الحدودية بمحافظة مطروح وذلك بعد دعمهم بالأجهزة الكهربائية والأتاتة وكافة المستلزمات بتعاون مع صندوق طحية مصر وعدد من مؤسسات المجتمع المدني ترجمة نانسي قنقر